موسيقى بالاخبار السارة والاخبار المتشابكة عن مستوى المحلي والدولي ابراهيم اهلا بك باش مهندس اهلا بك اعزائي المشاهدين وكل السنة وحضراتكو طيبين حلقة الاثنين من ملك وكتابة فيها الكثير من الكلام المهم اللي ان شاء الله يسعد كل الاهلوية ويطمئنهم مش بس على مسيرة الفريق اللي موجود في كمبالا واللي بيستعد المباراة مهمة جدا بكرة مع كمبالا سيتي في الجولة التانية لدور الابطال الافريقي لكن كمان يطمنهم على احوال النادي على قضايا النادي على كل ما يخص شؤون النادي الاهلي عشان كده اعتقد كانت اختيارات المهندس عدل القيعي لهذه الحلقة العيش وخبازه العيش وخبازه ولو حتى يأكل نصه لا ما يكونش منه ولا هطمة غير بالحلال اه غير بالحلال بالحلال اذا عايز يديله الرغيف بقى اه تقول له حصتك كده او انت ما تاخدش من العيش حاجة بس فلوسك كهي اه كل شيء لازم تبقى الشفافية الامور الموثقة المنطقية يعني حيتابعونا السادة المشاهدين عشان نحطهم فيه بعض الامور والحقائق المهمة جدا والاخبار السعيدة للنادي الاهلي بإذن الله اذا يعني هنتجول معاكو كتير ما بين احوال النادي وما بين استعدادات الاهلي في كمبالا ظروف الكابتن حسام البدري واللعيبة اللي موجودة معاه ايه الشكل اللي يلعب به حسام البدري بكرة ان شاء الله امام كمبالا سيتي لكن القضية المهمة جدا اللي اشار اليها المعندس عدلي كيف ان الاهلي ادى العيش لخبازه ولا حصل بعد كده كلام مش عايز اقول كلام على المضغط كتير لكن المؤكد ان النتيجة اسعاد كل الاهلوية فشمهندس في هذا الاطار والاهلي بيستعد لهذه المباراة لاني لعب مباراة كويسة مع ايكسا مستردام في الهولندي في الامارات كرم حسام غالي بمناسبة اعتزاله مهرجان خرج الكل اشاد به لكن وسط كل هذه المكاسب حتى اللي الناس اتكلمت عليها من تألق عدد من اللاعبين اللي ما كانوش واخدين فرص في الفترة الاخيرة وابرزهم صلاح محسن وهذا الهدف الرائع الحقيقي جمال الهدف ده في حاجة انه ماركد صلاح محسن انا تصورته انه هدف استثنائي فلما بقول ده هدف جميل جدا بفكرنا كان يخد على سيدره كده ويشوت على طول فقالولي هو ضريقة استقبال الكورة واللاف واختخاذ القرار هو شاطر فيه فطبعا لما تحطف في البوزيشن اللي اسمح له انه يجرب مهاراته تعرف انا بكلم الكابتل الخطيب ويعني بقول له الماتشي كان كويس ومطمئن وابتاع قال لي انت عارف صلاح محسن انه هو بياخد الكورة على سيدره بقول له شوت يا ولد شوت شوت سبحان الله تعرف ان دي قال لي انا انبسطت النشاط لان هو واخد على سيدره بقول له شوت اه انتعرف انه جنة بوتريكا في الصفاقسي اللي هي من مرة واحدة اي كابتل الخطيب قال انا وانا قاعد في المقصورة بتفرج وهي معمولة قال له من مرة واحدة من مرة واحدة من مرة واحدة فعلشان كده اه اه اول ما بوتريكا حد تريجي فيه من مرة هذا بس مش بصعوبة انه على شمال اه اه لكن دي بيقول لي اول ما خد على سيدره وليتوا استقبلها حلو قوي كده اه بتقول له شوت اه فشاة يعني هذا كلام يطمنك على مهارات معينة لده هذا اللاعب اه ويطمنك على المكان الذي يمكن انه تقلق فيه اه كمهاجم في القلب يعني يمكن طبعا كمهاجم في القلب انما اه كمان ماتش ايكس عزيزي ابراهيم مليء بالحاجات الايجابية مليء بالحاجات الايجابية طبعا لما نشوف الجزار ياخد هفتايم صحيح شوت بالكامل صحيح ولا تشعر بان هناك لاعب ناقص الخبرة في هذا المكان في موجهة ايكس في موجهة ايكس ولا تشعر بخطورة صحيح الا لماما يعني في هذا الشوت صحيح استطاع ان ان يقول لك هذا لاعب واعد ايضا عندما يتحرر الاهلي بقى من الضغوط حتى التحكمية ويؤدي بهذا الشكل لا انت بتقدم ان قدرة الاهلي كامنة هي شفوها هي هو دا الاهلي الذي يستطيع من خلال عدة مباراة متتالية يفوز على روما كاد ان يفوز على اتلت كومدريد حتى الدقاءة الاخيرة اللي هو لتغييرات الكثيرة جدا اللي كانت في هذه المباراة ولذلك كابتن حسام ما غيرش كتير قوي ما كانش الناس داخل خارجة في مباراة ايكس لانه انا اتصار انه كان بيعتبرها محطة برضو يشوف منها شوات حاجات قبل ماتش كامبالا لانه خارج من بره بره ايضا علي لطفي ظهر بشكل جيد كابتن شريف اكرامي ظهر بشكل جيد كان في مكاسب في هذه المباراة كثيرة يعني رغم هذه المكاسب خلينا اقول لك مثلا اكرام توفي اه ظهر بشكل يعني اكرام يمكن هو وكام واحد كانوا محتاجين فرص اكتر في المرات اللي فاتت انما هي المشكلة فينا بشوانس ان انا الاقي لمصر اليوم وديت ايكس تفجر الخلافات بين حسام البدري وعحمد حمودي شوف هما وتقرير خبري انه حمودي لما استبدل بدري خرج غضبان وقال لك حتى المطش الود بتخرجني منه بدري وبقيت فيه ازل ما هو هو يعني اللي كتب الخبر الخبر كتبه على تكهنات ما عرفش هو حضر الحوار برضو نرجع نتكلم ده كلام ده المفروض انه حصل هما دخلين قط اللبس فحمودي قال له فالتاني قال يعني لم يلتفت اليه ودخل ايه ده المحضرة بتاعته كابتن حسام البدري من اللي حضر الكلام ده بيقوله يا جماعة اذا كان فيه حد بقول الكلام ده في الفرقة لازم يكتشف اذا كان كل دي اكتهدات يبقى ده كلام غير لائق ان يبنى اه الرأي على خبر اه بان انه بيقوله ما بتلعبنيش حتى في الودي اعتبر انه طلع بادري فالكلام ده حصل ايه ما حصلش والله اللي حصل شوفوا مين بقى في الفرقة اللي بيبلغ او قاعد معاك وجنبوكو يعني لما حصلش يبقى عيب جدا 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 على كتب الخبر مش عالا خفتر من كده اللي انه ملاش غير احتمال من اتنين يحصل يما حصلش طيب الوطن النادي المصر البورسعيدي بقى بيشتر الدم صالح ومرسيلو وكمان عشرين مليون جنيه عشان يستغنى عن حمد للأهل لا وصحة الخبر مش كده المقصود صالح جمعة وحسين السيد اللي هو مرسيلو بس ده صحة الخبر كده بالطريقة اللي الكتب يا دي نقصوا حاجة اه في مقابل ان حمد يروح اعارة للأهل كمان اه لان بالطريقة دي لاجم يكمل كده اه صالح جمعة اعارة كتير ومرسيلو ومرسيلو اللي هو بيلعب في مكانه اه اه اللعب ده يخرج كده ليه ببلاش ليه ما تعارش اه لكن في كل الأحوال يعني خبر يغنيك عن التعليق لو بتسأل نانا ما عرفش حاجة عن الموضوع ده اه يعني لو انا بقى المكلف بان انا اعمل اتصالات لم يكلفني اي احد بالاتصال اه بالنادي المصر بهذا الخصوص ومنسما ما عنديش خلفية اذا كان اقولك ده صح ولا غلط اذا كان حد اتصل ولا كان فيه وكيل في النص اه بيحاول يعمل اه دور اه في هذا الشأن لان الموضوع اصلا من الاول شائك اه 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 ما انا بالنسبة لي هو هو بالصياغة دي موضوع خيالي قوي اه بال بال كمعلومة ما عنديش معلوم في مبالغات من الاندية لما الاهل بيطلب لعب لا ما انا قلت دي بالسنة اللي فاتت اه وزادت شوية اه لكن احنا الحمد لله حال الوقت في صياغ الحوارات الدنيا ماشى اه في شكل معاوض في شكل معقوم شوف اكتر لكن مش في الحدود دي خالص 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 مم ولا بالطريقة دي مم واا اعتقد النادي الاهلي يعني سوف يحقق اهدافه بالراحة مم بالراحة بالراحة يحقق اهدافه طبعا ان شاء الله والمنتخب الوطن ان شاء الله كمان يحقق اهدافه اهدافه من المشاركة الجاية يعني من ضمن الكلام اللي بيتقال مثلا في كاس العالم اه يوم يقول لك ايه يعني الناس اللي مش طيقة بقى بما ننا بنتكلم على الصفاقات والعروض والكلام ده مم فلا ليعمل حاجة الحاجة دي تطلع كويسة عاجبة ناس كتير ينطلك حد في النص اه يرمي لك شط راب على الخبر واصل تم اقحام الوكيل في الصفاقة علشان السبوبة وطبعا لقح علي ها واخد بالك والكلام اه في موضوع العلاء عبد العيل مش كده في موضوع دي تطلع احمد علاء احمد علاء بس اللي عايز اقوله الملحق في الامر بقى اه انا الاهلي لم يدفع لأي وكيل ولم يوجد اصلا وكيل ومسئل الاهلي كمان خالص في هذا الامر اه وانا كنت قاعد مع الكابتن علاء ها اه فيه واحنا بنحط الرتوش بقى بنتواصل مع اه سيد مساعد وزير الداخلية واللاعي وكده هم واشير هذا الموضوع يريت يا جماعة نشوف الكابتن علاء عبد العيل لو امكن نتواصل اه يريت بس يسمعني حتى يشوف يأكد او يعدل علانا بقوله اي فاشير هذا الموضوع فقالت له من فضلك الولد لو كيل قال لي انا كان لحد علمي ملوش قلت له لو سمحت يروح لوحده لكابتن سادع والحفيز وطلبت لكابتن سادع والحفيز واحنا عاديين قلت له انت ناوت عامله ازاي قال لي كذا 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 فما قلتش لكابتن علاء قلت له اتطمن اتطمن مش محتاج حد يكون موجود معاه ولو حد موجود معاه مش هيعمل له اكتر من اللي عمله له الكابتن سايد اه سيقدر ولكن في نطاق انه لاعب جديد داخل النادي الاكل لكن حياته اتغيرت ده اللي قد رأوله لك اه ومش محتاجين حد يخش لان احنا كنادي اهلي ما قلناش وكيل في هذه الصفقة وبنقول للوكيل حتى لما بييجي بنقول له انت تماث اللاعب ما بنيديش حد عملات نادي الاهلي ما بيديش حد عملات انا بتكلم على الفطرة اللي انا بعصيرها دلوقتي اي وقال لي واحنا حصل حوار معايا مبارح وتقول له واحنا استاذ ابراهيم اه بالذات اللاعب اللي جامد دوري المنتاز يعني يقول لك مهنة بناشين اه اه افشة اه احمد علاء اه احمد سامي هو انا محتاج لحد وكيل يعرفني على دول ده انا لاعب قدامهم اه انما انت ممكن تيجي تقول ايه لو عايز اللاعب وده اللي بيحصل انا جيبهولك انا وكيله فالرد اللي بقوله ايه لان احيانا يكلمني اتنين وثلاثة واربعة على لاعب واحد اه فبقوله والله اللي يجيلي يجيلي بتفويد من اللاعب يقوله انه بيمثله وانا مش فرق معايا لسبب لن اتحمل انا اي المستحقات الا اللاعب ام يجي يقول ايه ده وكيله اديله من مستحقاتي انا بورق رسمي النادي الاهلي يخصم من مستحقاته بشكل رسمي من مستحقات اللاعب سواء متقصطة او على طول او بجواب من اللاعب يقوله انه هو ده يستحق كده مني وهو ده وكيلي فالقضية قضية لاعب ووكيل مش قضية نادي ووكيل في الاخت عشان الناس يهدى شوية انا هنا بس يهمني اقف عنده نقطتين في القصة ديت يا جماعة لانه دي بتي صرف الاعلام كتيره في السوشيال ميديا اولا ما يتعلق بالصرف في النادي الاهلي المفترض الكل عارف كويس اوي ان المسألة شديدة الدقة والانضباط وانه كل السادة القائمين على الشون ما بيقولش ده عشان المهندس عادل قاعد لا كل السادة المسؤولين في النادي الاهلي اللي قبل كده واللي بعد كده والحاليين والسابقين على درجة عالية جدا والحمد لله من الشفافية والنزاهة والحرص على مال النادي فدي مسألة مش محتاجة مزايدة ولا محتاجة حتى تأكيد لكن المشكلة فين المشكلة تكمن دايما وابدا في صراع الوكلة اللي المهندس عادل بيشير اليها تلات اربع افراد كل واحد يدعي انه وكيل اللعب الفلاني اللي صديقه واللي كان جارهم زمان واللي يعرف اخوه واللي ابن خالته متجوز بنت عمته حدوتة جبيرة جدا الناس كلها متداخلة فيها وكل واحد متداخل متخيل انه مجرد ما تقال ان انا وكيل اللعب فلاني الفلاني يبقى مستحق العمولة بتاعته هنا الاهلي بيتعامل في الوضوح بالمسألة دي الاهلي ما بيديش للوكيل فلوس من النادي للعب انا مش محتاج اشوف لعب في الدور بالزادة والدور الممتاز انت لما تتكلملي على لعب الداخلية هو والنادي الاهلي يعني زي ما المهندس عاد يتكلم الكابتن على عبد العالي محتاج وسيط او محتاج وسيط يكلم حد في في الاسيوتي الكابتن هادي خشب ولا علي مهر ولا حد يعني ما اعتقدش كل دول المهندس عادل او اي مسؤول للتعاقدات في النادي الاهلي عاجز انه يتواصل مع دول قد يكون الاتصال مع لعابة الدرجة التانية اه عناصر مباشرة جدا كويس انك قلت الدرجة التانية الدرجة التانية بقى مين اللي بيجبهم لك اه مش وكلاء انما بقدر ما هم ناس كشفين بيشتغلوا اه ودي ناس بتبقى طلباتهم لاهي مبالغ فيها اه وبسيطة لما بيقول لك على اللاعب انت متعرفش عنه حاجة وتبتدي تبعت لجنة تتابعه فنية ولما اللجنة برئاسة الكابتن علاء ميهوب وعضوية كابتن شام حنفي كابتن حمدا براضي كابتن ناجي خليل ويروحوا وبعد ما يتفرجوا نروح رايحين جايبيه المعلومات دي مدينها للدكتور عمرا بول مجد والكابتن خالد دادالة يبتدوا يطبقوا ما سمعوه انه جيبوا اللاعب ويحطوه تحت الميكروسكوب ولما يعجبهم يبتدوا يقولوا كابتن عم العزيز والكابتن عم العزيز بيكلمني علشان روح اتفاوض بنتكلم كل الحلقة دي في هذه الدائرة المحكمة وفي الآخر بتعرف محدش طبعا يسمع عن فلان حاول اسمع عشان ما يروحوش هم يعني استخطبوه الناس بيجيبوا للنادي الاهلي لعيب وبيحبوا الاهلي يعني انا انا اسلام محار ما قوتلك قبل كده واحد اسم محمد اسماعيل جابولي مكافر الشيخ مدهل الرجل بيرشح لعيبة كويسة وغيره غيره فيه ثلاثة اربعة محبين للاهلي وكشفين وفيه اتنين مسا منهم بيشتغلوا معايا مخلصش بيروحوا النوادي تانية وده حقهم طبعا بيعرض عليك انت أولا مخدتش الزبط كده ولا يناقشك هو بيستنى انت تقدر جهده ازاي بتديله خمسة عشرين تلاتين اربعين خمسين زي ما تيجي طبعا كانت كده حتى كابتن الشربين في القطاع الوكيل اللي راح جاب حسام غالي والوكيل اللي جاب عمد متعب وهم صويرين قوي ما هو دول هما دول هما دول دول مش وكلة كشاف انما بيشتغلوا في الليلة دي بالضبط وما بيبقى لهمش طلبات يعني بالمعنى ولما تيجي تقوله في الاول انا فيدي حديك وفيدي مش حديك بيبقى فاهم ليه مم والكلام ما بيبقاش يعني فيه فيه مدير رياضي دلوقتي يعني دول حتى مش 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 مني ليهم ايوه او من ناجي او علاء منه بتوديهم لكابتين زيزي لا بييجوا كل الناس بيتكلموا دوره قد ايه وبتاعه بيعود الكابتين عبد العزيز وبنقعد مع بعض ويقضر بتاعب كله عزيزي تقييم جماعي في الموضوع محدش بيتصرف من وراء الثاني اي لا النادي الاهلي يا جماعة بعيد عن دماغه قوي فا اتمنى انه الناس تبقى واخد بالها من صراع الوكيل او السمصر ما جادش عن طريق ويرمي كلمة ويرمي كلمة علشان يحاول يضغط ان هو ياخد حاجة لكن المسألة في الاهلي اكثر انضباطية من ان ينفذ اليها اي حد من هؤلاء السمصرة وانا مصمم على لفظ السمصرة الحقيقة مش مهندس ميسر هيكتور كوبر اختار قيمة المنتخب هي القيمة اللي هتخود مباراة الكويت الودية ثم تبدأ في خوض المباراتين الباقيتين ومن ثم اختيار منهم القيمة اللي هتروح روسيا ان شاء الله بعد ما اختار 29 ارتقى اضافة 6 اسماء اخرى علشان يستكمل بيهم او يكونوا محطوطين على الويتنج لسه حسبا لاي اي اصابات الستة الجدد المبشرين بالمنتخب عمر جمال وحسام عشور ومؤمن زكريا ووليد سليمان وحمد طلبة وعامر عامر ده اضيف ليهم بحسب ما اعلن المهندس ما فيش السلاية خالص اه ما فيش عامر السلاية بسم الله ما شاء الله المهندس ايهاب لهيطل المدير او مدير المنتخب اعلن في المؤتمر اسماء التسعة وعشرين عسام الحضر لعب التعاون السعودي أحمد فتح الآلي أيمن أشرف الآلي شريف إكرامي الآلي محمود عبد الرازق شيكبالة الرائد السعودي أحمد المحمدي أسلون فيلا الإنجليزي عبدالله السعيد الآلي محمد عبد الشافي الفتح السعودي أحمد حجازي وست برومتش الإنجليزي النن الأرسنال الإنجليزي محمد صلاح ليفربول مروان محسن الآلي عمر جابر لوس أنجلوس الأمريكي أحمد حسن كوكاس بورتنج براغا البرتغالي سعد سمير الآلي طرق حامد الزمالك محمود عبد منعم كهرباء اتحاد جدة محمود تريزيجي أسن باشا التركي علي جابر وست برومتش الإنجليزي رمضان صبح ستوكسيت الإنجليزي سام مورسي وجن الإنجليزي عمر وردة أتروميتوس اليوناني محمد الشناوي الأهلي كريم حافظ لانس الفرنسي محمد عواد الإسماعيلي أحمد جمعة المصري عمر طارق أورلاندو سيت الأمريكي محمود حامد الوينش الزمالك معاه محمود عبد العزيز أيضا وقال المهندس إيهاب لهيطة أنه المعسكر حيبدأ بمران مفتوح في مشروع الهدف يوم 22 مايو ثم أداء المران الثاني في اليوم التالي على طول 23 قبل السفر إلى الكويت الساعة التاسعة مساء 23 إن شاء الله ماينفتش نظرك حاجة من ضمن حاجة و30 لاعب مفيش أفضل لاعب في الدوري الإماراتي حسين الشحات اللي خرج بالدوري المصري ينافس على هداف الدوري وهو مدافع وعامل موسم استثناء أنا مش بقول لازم يتاخد بس بقول طالما إن إحنا بنتابع ناسه عم نجرب ناسه للدرجة دي هو بعيد في حين إن إنت لو تيجي تتكلم النهاردة في حسين الشحات في تقييمه في السوق هتجي قيمة التسوقية تسبق كل الناس اللي إحنا عملين الرسمية دي ما تيجي تتكلم مع المقاصة أو تتكلم مع النادي العين أو بتاع هنحطول لقيمة تسوقية طيب إحنا كنا بنتكلم في موضوع كابتن علاء عبد العالو كنا بنتكلم فيه مش موضوع الحقيقة أنا بقول لك حصل وأنا قاعد مع الكلام اللي أنا قلته آه كابتن علاء أهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك تحياتي وتحياتي المواندس عادلي وكل سنة أنت طيب أهلا بيك وأهلا بيك وأهلا بيك كنا بنتكلم فيه بس الأول أبدا بتتكلم أنا يعني أحب أن تازل فرصة أشكره وأشكر الداخلية على الهواء كل المسؤولين اللي كانوا على أعلى مستوى من التعاون والحرص على أن يبقى بين الأهل والداخلية مثل هذه الصفقة المستمرة لكل الأطراف العافة وشانت عادلي ومجر العامل كبير في كل شيء وإحنا برضو بنشكر حضرتك وبنشكر طبعا كبت معك في التعامل الراكي اللي تم نديل الصفقة بتاعات اللعب أحمد علاء ولرب إن شاء الله بيكون إضافة كبيرة من مجر أحمد إذن الله كابتن علاء كنا بنتكلم في الجزاية الخاصة بالوكلة وصراع الوكلة وأحمد علاء وكيله مين والحدوتة اللي حصلت في وجودك إنت لا مش في كله كده بتسأل السؤال لأنه لو مش متابعنا مش هيعرف المداخلة سببها إيه أنا ما كنتش متابعها عن البرمامج من البداية المهندس عادلي كان بيتكلم على إنه كان حريص كل الحرص يعرف من أحمد علاء مين الوكيل بتاعه يا برعيد الموضوع مش بصي على أه أنت كنت قاعد معايا صح؟ نعم لما كنا عادين مع بعض أيوة وبنكلم مع أحمد علاء بنقول لازم تنزل مصر تقبل كابتن سارب الحفيز مرمو واخد بالك وبعدين سألتك سؤال مباشر هو اللاعب له وكيل قلتلي حد علمي إن ملوش بس في حد اتصل بيك وقال لك أنا الوكيل بتاعه والوكيل وأنا دوري إيه فأنت قلت له الدخلية ملهاش وكيل حصل؟ بالضبط يا بشوان رديت أنا قلت لك والأهلي ملوش إيه وكيل؟ لأ هو يروق رديت أنا قلت لك قلت لك قلت لك الأهلي لأ أصلي في حد كاتب في حد كاتب حوار لكذا واحد مخصوص اللاعب أحمد علاء أحمد علاء طبعا الكل يعلم كنا نتكلمت إن أنا لما نكتبه من سبورتي ماليش وقصير الولد لها خلال فترة لعبة داخلية ما فيش أي حد بيتكلم معه من الوكيلة تماما لما جينا فتحنا الموضوع أحمد علاء محمد الأهلي الغية ما قابلت البشوان دي عادلي وقابليها بيومين يومها بشوان دي عادلي لما كلمت أحمد علاء وحوكولت له هاتف تليفونه قابليها كلمت أحمد علاء ووالد وكلمني في التليفون وهلي إحنا ملاش غيرك إنت يا كابتن علاء وإنت زي والدي في القاهرة معنى كذا أن ما فيش أي وكيل دخل في الموضوع تمام أنا بتكلم بكل طراحه واللي يزعل يزعل تمام ويقول لأ اتطمم والتلام بكله واخد رقم البشوان دي عادل كل وكلمه دي عادل أحمد علاء وهو هيشرح لك الكلام ده بالضبط يمكن قبل ما الصفقة يمكنه بحوالي يومين ثلاثة أو أربعة بكتير أو مهم وطول وانا كلمت أحمد علاء هو أتكون مضيت مع أي حد أو تكون وقعت الآن ناجلا جلدان الآن يداخل فيك قال لي يا كابتن أنا مفيش أي حد يكلمني ولا وقعت في حي حفة وأنا مش هعمل أي حاجة جلما ما رجع حاضر إلا حاضر يطب قلت لي الثماني أحمد علاء جتم المداخلة مجيء من المهندس عبدالسكاي وأحمد علاء واتفقوا على أشياء الحاجات وجاء طور الناجر الداخلية مع النادي الأهلي في تخليص الصفقة لغاية دراتي ما ظهرش أي وكيل وما فيش أي حاجة حصلت ولا حد يكلمني ولا حد يكلم أحمد علاء ولا حد يكلم النادي الأهلي في الموضوع برضو للتوضيح أحمد علاء معي كابتل محمد صعد شحطة مدرب في الفريق معي طريق شخصي اللي كابتل طريق سليمان مدرب في رئيس ورد مع الناجر الأهلي بعد مداركنا الثاني مع الناجر الأهلي في الدوري حصل حوار سليفوني وطريق سليمان كان صديق مع كابتل محمد قام له كابتل حسام البدري معجم اللعبات من 27 اللي هو أحمد علاء وفيه كمان الورد اللي هو الرأس حربة ناس المنسي كان محمد صعد شكر في العمل علاء فقال له لا والله إذا ما حصل الكلام دي كان لجنة الكرة وهنتبع الولد خلال ورايات الدور دي برضو للتوضيحة كابتل عضلي كابتل تمام حصل بعد كده بدأت دخلنا في الصفقة والتالي تفصيلي كان ساعدها اللي هو عثمان بيقدم ناسف العبرة وجين السيد محمد يوسف مساعد الوزير فوقني قال لي على روح المعندس عضلي على كل حاجة وكان انت المعندس عضلي عارفه في البيل اللي عنده كان في تواصل تليفوني بين المعندس عضلي والسيد محمد يوسف مساعد الوزير في بعض الأمور في الخاصة اتصالات مباشرة اه طبعا فكل الكلام ده تم بدون مهود أي وكيل وبدون أي ولا حد على النادي الدخمية ولا حد بالنادي الأهلي ولا حد من العمل لحد آخر يوم يا كابتن علاء وانت عندي انا مرضتش اقول اللي كان فين سبتها لك فانت طوعت وقلت ان كان عندي في البيل فلحد آخر يوم قلتلك الأهلي ملوش وكيل وانت قلتلي الداخلية ملوش وكيل بس الولد مجبوض في اللحظات الأخيرة قالك انا عايش فلان يحضر معايا صح بالزبط كده قلتلك طيب انت قلتلي ملوش وكيل فاذا كان اذا كان هو فوقتي بعد كده منلاقي رحمة العلاء يومها بقى لما كان جاي عشان يقابل الكابتن السيد عبد المحفوظ لما كلمت الكابتن السيد اه حولك حتى كلمت الكابتن السيد وكتنو احنا هنراه له كويس في العادي بتاو فكلمنا احمد علاء في فلان هيحضر معايا معكبتن السيد في النحوة تسمح لي تسمح لي تسمح لي بس هنا عشان نذكر بعض فانت لما قلتلي كده انا قلتلك ايه انا خلاص اتفقت معكبتن السيد على كل حاجة هو مش محتاج حد ييجي معاه وحينبسط وحياته عتتغير وبعد كده لما اصار قلتلك ييجي بس ما يتدخلش في حاجة حصل تمام حصل صوبني اذا كنت نسي حاجة وانا وانا يمكن كلمت احمد علاء قلتله اه من غير ما يجيب حد المهندس عاد اللي كلم سيد عبد الحافيز وحفظ الالقاف ومش هزرمك يا ابني ويتعليلك حاجة كويسة جدا صاريك بيك وصاريك بينا دي احسن تمام بس خلاص يعني هو ده اه اصلا يعني اللي انا عايز اقوله ايه اللي بيتشطر وبيعمل نفسه يعني انه يعني افش افشة النادي الاهلي اه لم يدفع مليم لأي وكيل بس افشة دفعين لم يكن هناك اه اه وسيط بين الاهلي والداخلية اتصالات مباشرة على اعلى مستوى والناس محترمة جدا وما خلتناش نحتاج ان احنا ناخد وقت طويل وكابتن علي نفسه قال واحنا كمان ما حدش يعني بيمثلنا لان احنا لعبنا ضد بعض واحنا محتاجين حد يمثلنا لايه هو اللعب غامض بالنسبة لنا فضل لكابتن هو بس بشكل عدلي يعني اه اه المهم نادل الاهلي ونادل دفعين بالضبط مباشرة مباشرة نجد المسؤولين هنا والمسؤولين هنا اه ما كانش فيه اي وسيط او اي وكيل في الموضوع كل اللاعب بقى في النهاية يقول انا فلان وكيلي خلاص ده من حق اللاعب ويروح يمكن يساعده في حاجة في بند معين ودي في حقوق حقوقه مع اللاعب مش مع النادي دا ولا دا لا يمكن من من قادر النادي داخلها شيء او نادي الاهلي شيء تماما يعني تماما كابتن لسه حنا بين الشاط حاجات كده عايزين نتوصل فيها كابتن عليها ان شاء الله بشواند علي في انتظار حضرتك انا ببارك الصفقة للنادي الاهلي وبرضو بشكر اه امان سعد لقاء وطبعا كابتن حمود الخطيب وكابتن سعيد وكل ما سيكون في نادي الاهلي على التعامل الراقي وفعلا كانت وطبعا كابتن في هدوء تماما اه اه وبدون اي ضوضة وبدون اي مزايدات ونادي الاهلي اه نادي داخلية اه اه احترم اه كلمته تماما مع النادي الاهلي احاول البعض نخش في بعض المزايدات الخاصة باللاهب عندما كان طبعا المساعد الوزير اللي هو محمد يوسف كان خلاص ادى كلمته واحنا كنا ادينا كمتا للنادي الاهلي وبرك الصفقة يا رب ان شاء الله يعني يبقى اضافة كبيرة للنادي الاهلي والنادي الاهلي طبيعي اضافة كبيرة لله رحمة العلاق وربنا وفق ان شاء الله شكرا جزيلا كابتن علاء عبد العال المدير الفني لفريق الداخلية واعتقد حط النقط على الحروف بما لا يدع مجال او ادنى مجال للشك وكل الكلام الهرتلة اللي دايما وابدا حسنا ليه يعني يعني انا ما اهمنيش اللعب له كيلو اللا دي ما تخصني شو اللي هيكتب اه او ما اكتبش يعني يعني ما ليش وكيل خلاص طب الان لو هو قال ليه وكيلو يستحق كذا انت حر بس انا كنادي اهلي ثاني وثالث ورابع نحن نتفاوض بشكل مباشد خاصة في لعبي الدوري الممتاز الوكلاء يمتنعون الوكلاء يمتنعون كنت بكلمك على اختيارات المنتخب واستوقفك عدم وجود احسن لعب في الدوري الاماراتي الدوري الاماراتي حسين الشحات ومجد افشا يعني مجد افشا من الاسماء المحلية للناس كلها هي ظهرت ظهرت بعد الانتخالات الشتوية انما قول يعني هما مش هيخد الععيب وعمر السلاية دول تلاتة الاسماء عمر السلاية ده طول الموسم هو يكاد يكون يا واحد يا اتنين في الدوري المصري غريبة جدا جدا انه ما دخلش حيقول لك اصيب مع النادي الاهل في كنبال ما علينا لكن خلاص انت حرين لان في الاخر تسع عشرين دول هما فيه تلاتة عشرين في دماغ الرجل هيخدهم هيخدهم كل الناس اللي هي الاخرانية دي هتروح يمكن انا بقول لك هو يعني مكتمين على واحد معين عاجين يجبوه في خطة الوسط وخلاص هبقى اكتب لك اسمه فورة كده عشان تقول لي كان عندك حق لكن كل الباقي ده خلاص ماشي احنا يمينا منتخب مصر الوقت وكلنا معاه مش عايزين نقعد نرغي كتير في المواضع دي وهم اه اللي شايلين الشيلة وحيتحسبوا عليه لكن احنا برضو بالنسبة لنا اه اما بنلاقي لعيب اه يعني مسمع او كده كان يستحق انه يكون موجود انه يتبص عليه اه خاصة ان انت موسع الوقاش انت واخد اه 29 وبعد كده خدت 6 يعني بتكلم في 35 لا يعني هيرشوا على 23 ولا كم في الاخر اه اللي يسافر بيه طيب نشوف رأي كابتن محمد يوسف المدير الفن السابق للأهلي كيف رأى اختيارات كوبر تابعت ازاي المهربة القائمة بتاعت الكوبر والله تابعتها طبعا زي اي واحد متابع للكورت القدم كلنا طبعا كنا يعني مستنين القائمة فيها مفاجآت ما فيهش مفاجآت اه اه انا شايف طبعا ان مستر كوبر اللي في دماغه في دماغه يعني عزي يقول يعني اه يعني هاي دي وجهة نظره بس طبعا فيه قسامي انا شايف من وجهة نظر انها كتتتواجد يعني زي مين يعني مش معنى ان لاعب محترف برا مصر يبقى دا فيه لعيبة محترفين جوه مصر وافضل بكتير من برا مصر ان من وجهة نظر الشخصية طبعا ما احترامي للكوبر هو المسؤول وهو يعني الراجل هو اللي بيقود منتخب مصر وحقق نجاحات بس ما تقدرش تخفل مثلا تتكلم في حسين الشحات تتكلم في وليد سليمان تتكلم في مؤمن زكريا يعني تتكلم في ثلاث قسامي يعملوا تقل جامد جدا حسين الشحات لعيب هايل مؤمن زكريا مؤثر جدا مع النادي الاهلي دا قبل ما يحترف في السعودية وحتى لما احترف في السعودية عمل اداء انا ما تبعتوش اول لما راح الدورة السعودي بس بس اسماءه ماشي كويس هنا ماشي يعني احسن مؤمن زكريا قبل ما احترف كانت قدام الزمالك ثلاثة مخلص يعني يعني لعبد الوكبير جدا وليد سليمان عمل موسم هايل سواء كابتن حسين البدر بيبتدي به او حتى لما بيشركه كبديل ليه بصمة في كل المباراة ليه بصمة فضل شونت ما هو اقل نفس الكلام لان هو ذكر ثلاث اسماء اتنين منهم خلاص تم استدعائهم اللي هما كابتن وليس سليمان ومؤم زكريا بالاضافة الاخرين لكن هو برضو اندهش لعدم وجود حسين الشحان وانا مندهش جدا لعدم وجود السلية جدا يعني مش أنا بس ووضح ان كل الناس ما بتطلب حد ظاهر انه هو يعني ما بيبقاش خاف يحده لا يحرجه ويطر يحتفظ به كتبتلي الورقة في الاسم اللي انت بتقول عليه ولا ها وما حدهلك وانا مخدش منك حال معليش تعيش لقراء دلوقتي واحنا مروحين يا حبيب مش هقولها لحد انا اقولها بلو بي طيب زي النهاردة وزي اي نهاردة زي ما بقول لكم كان فيه تفوق للاهل والمشاة الكبيرة مع الزمالك خمستاشر مايو تمانية وتسعين الاهلي هزم الزمالك اتنين صفر في الدوري سجل الجنين احمد فليكس وحسام حسن بتعليل انسحاب اه نفكر حضراتكم بيها موسيقى شفيد العباء لمجد طلبة ومجد سيد وبيشوت سيد لنتا بقول لحضراتكم سيد بيشوت وشوت وطرد كرة من العربة ويكملها على احمد فليك في هدمة مرتدة مطرة جدا لالنادي الاهلي ويشوت ويبعث الفناجيلي بتاع نادي الاهلي طرد من العربة ودع لكرة وكرة يلعبها بشير انما فليكس على طول كان لك الكلمة العليا وليد صلاح الدين وقامده حسام بقول له هتا يلعبها ليوسف ويوسف العربة العرضي لحسام وحسام عرض جمعات الخود وعملها خده هاتو خود حسام 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 وحسام الهدف التاني للنادي الاهلي في وقت قاتل بفضل وليد صلاح الدين اللي نزل فيه توقيت قاتل جدا وعمل هاتو خود النادي الاهلي في الديئة واحد واربعين بهدف تاني اتنسف شوف بقى هنشوفه مع بعض هاتو خود على طول مع سيد عبد الحفيز هاتو خود مع بعض ويتخزم النادي الاهلي بهدف تاني حسام حسام في الديئة واحد واربعين من الشوت التاني اتنسف حسام وفليكس التاني اللي بتاع للنسف برضو كان فليكس وحسام برضو بالزبط طيب اللي جاية دي اللي جاية بقى بتاعتك انت بتحبها دي انا اللي بحبها بس يعني انت بتحبها لا يعني انت تمالي كل يوم طيب دي بتاعت يوم ستاشر مايو الفين واتنين ايوة اللي هي ايه بقى اللي هي ستة واحد بتاعة رضا شحاتة وابراهيم سعيد وخالد بيبو عمل سوبر هاتريك في هذه المباراة في طباطق من دفاع ندي الزمالك ويمسكها وسبعة بونصر في لعبها وقال جمعة ويمسها ابراهيم سعيد يا سلام عليك يا ابراهيم يا سعيد يلاعيد وبيبو بيدور لبلال مرة تانية ومدغوط على بلال والهدف التالث والهدف التالث الله 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 والهدف التالث للنادي الاهلي في أمسية غير متوقعة وابراهيم حسن وأحلى والهدف الأول الله 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 يا حساب الله 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 عليك يا حسن يا لعب يا كبير قوي 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 واحد لواحد بيبو وبشير 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 وماشي خالد بيبو وماشي خالد بيبو وماشي خالد هرضية وفاروق وفاروق وبيبو وبيبو والهدف التالث يخرب عقلك يا راجل يخرب عقلك يا راجل يخرب عقلك ثلاثة عامل عطلين العباد بيجري بيبو ويحطره وهو مجور 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 اقول لك ايه واعد لك ايه يا خالد يا بيبو ما عنديش حاجة يا ابنة والهالك خلصت كل الكلام طيب ايه طب عدين مبارح طيب يتعديها كده وخلص طيب ايه لا 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 ذكر لها ذكر عندي اه كنت بعمل اه في دريم اه اول استوديو تحليلي دريم سبورت دريم سبورت ايه كنت انا والله متسيب الخير ويديله الصحة اهب صالح وبنش فيه عفية اه اه شفي عفية وكنا حنعمل الاستوديو فقعدين هالس هرحان بتعمل برنامج اسمه هال ما رضيش تخرج من الاستوديو يا سيدي فيه ماتش قبل زمالي كانت لون مليش دعوة انا مكملة لغينا الاستوديو وكان احد الاسباب انها هالا مكملتش يمكن انها طريقتها كانت بتفرد نفسها على اه اه على الناس كلها يعني المهم انا طلعت طب هنعمل ايه فقالي تعال اتفرج وطولي انا بحيفش هتفرج ده انا اه وبعدين اه لا الان فدخلت صليت العيشة قالولي بيبو جاب جون قبل ما اوصلتاني عند التلفزيون قالولي حسام حسن جاب جون اه خدت تاكسي وقلت اروح اه من من دريم هنا من اكتوبر اه وصلت البيت قالولي خمسة واحد ما شفتش بقى غير الجون السادس السادس يعني اه في الماتش من الحاجات الغريبة جدا طبعا لان كان وقتها احنا خسرانين من زمالك تلاتة واحد اظن فدور الاولاني وتفستر وكان اتنين واحد اتنين ولا واحد مش كان بتاع حازم امام و اه لا تلاتة عتاق مش فاكر تلاتة واحد اه جون الاهل على ابراهيم جون الاهلي اه بلالي وهو ده وتفستر ما وتفستر اه ما تلحقونا اهو انتوا ايه دكور ولا ايه أنا وأستاذ إبراهيم عمالين نلاغوص وانت سهل. لا لا اتنين واحد. انت صار بتكلم في اختبارات الزاكرة؟ اه اه. اه. أنا الأخباط بتاع حزم إمام وأحمد عبد الحليم وبلادي. اه طبعا اتنين واحد. اه. عبد الحليم عالي تقصوا. عبد الحليم عالي أنا قلت مين عبد واحد؟ عبد الحليم. لا اللي لا. الستة واحد تقيلة ورد. فالستة واحد دي هي لمت. لمت التلات مقشات الأخرانيين. نتيجاته بتلعن ستة واحد. خلاصة. طيب. لا ده لسه في فكة. اه. لسه في فكة. طيب. في موت شتاعة. 15 مايو 2006. اله اللي فاز على الزمالك 2-0. المرة دي عمد متعب ومحمد أبو تريكا. لفكر حضرتكو بيهم. تترايحة ورقة الصرئيسة كويسة. وعماد النحاس على طول أمامية تخبط في تامر. وعلى طول صديق مع أعمد متعب. ويريحة في فنطان خطورة. وهو هدف. هدف هدف أعمد متعب. أعمد متعب هدف الأول من هجمة بقيادة أعمد النحاس. تتلعب الكورة من أبو تريكا في القايم. ترد على طول هنا بقى التوفيق وعدم التوفيق تروح له. ويلعب على طول أعمد متعب فيه. هدف جميل جدا جدا جدا. اسلام مرة تانية. واسلام بيبوس. والعرضية. وهدف. وهدف جميل 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 جميل. هدف جميل جميل. أبو تريكا يحط هدف جميل في الجهة التانية. سوفوا استقبلها زي من وراء تمب. غمازها. وحلوة حلوة 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 أبو تريكا. بيعني بحرفانة وأول مرة. نشوف الجزء بيتنطط على فكرة. في إدفع عشرة من الشوت الأول. واسلام عملها حلوة. هنا بقى شوف القناس. إنما حلوة 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 من إسلام. ومن بركات. ومن أبو تريكا. عشان يتقدم النادي الأهلي بعد عشر دقايق. بهدفين. واحد لعمد متعب. وواحد لأبو تريكا. موسيقى ده الأهلي والزمالك 2-0. لكن المهندس عدلي هو بيتفرج. قال جملة. يمكن من الإنصاف لحد مش موجود في دنيانا. إن أنا أخلي قولها بصوت عالي شوية. لا أنا. مساء تخصيني. تشتركوني الرأي ولا. أنا أراه الأعظم. محمود بكر. رجل فاهم كورة. بيدي الوتيرة والنغمة. المناسبة لكل حدث. العفوية. المشتكلف. المشتكلف. حتى قارئ جيد جدا للمباراة. عنده قدر كبير من التنبؤ. كثيرا ما يكون صحيحا. كنت أستمتع جدا جدا بالكابت المحمود بكر. رحمة الله عليه. عليها رحمة الله. طيب. إيه اللي حاصل للأهل في كمبالا. وماذا ينتظر الفريق بكرة إن شاء الله. شكل الأداء. طريقة اللعب. العناصر المرشحة للتشكيل. في ظل كل هذه الغيابات. جولة مهمة في كمبالا. بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. بكرة إن شاء الله. موعدنا مع كمبالا سيتي. الأهل وكمبالا سيتي. المباراة في الجولة التانية. للمجموعة الأولى في دور أبطال أفريقيا. سفر الأهل. مباشرة من دبي. محملا بكميات كبيرة. من الرغبة والإصرار. على إنقاذ المسار الأفريقي. أو تصحيح المسار. كان الله يتعادل في المباراة الأولى. مع الترجي التونسي. في برج العرب. ومن ثم. أصبح هذا القرن. يبحث بكل تركيز. عن صدارة هذه المجموعة. وتصويب المسار مبكرا. كابتن محمود الخطيب. من هنا. دائم الاتصال بالبعثة. للأطمئنان عليها. المهندس خالد مرتاجي. أضو مجلس الإدارة. سافر رئيسا للبعثة. في دبي. سمع إلى الكامبالة. والكابتن خطيب. أكد في اتصاله مع كابتن حسام البدري. على دعمه الكامل للفريق. وتحفيز اللعيبة البازل أقصى جاهد. لأهمية هذه المباراة. على وجه الخصوص. ما هي المباراة؟ مباراة مهمة طبعا لأنه لستطاع النادي الأهلي أن يفوز فيها. إن شاء الله. بإذن الله عنده فرصة للصدارة المجموعة. لأن طبعا في نفس التوقيت بكرة التراجي هلع في ملعبه مع تونشيب. تونشيب عنده ثلاثة. والتراجي عنده بونت. هل يقدر تونشيب يكسب التراجي في التراجي في دونس ويبقى عنده ست نقاط نراها صعبة. يبقى فيه نتيجة من اتنين. يتعادل يمكسب. إذا تعادل سيبقى أربعة. إذا استطاع النادي الأهلي أن يفوز سيبقى أربعة. إذا استطاع التراجي أن يفوز سيبقى أربعة. يبقى باستثناء الوحيد اللي عنده فرصة بسيطة بونت. هو تونشيب. باعتباره أنه هو اللي كسب في الجولة الأولى فقط. طيب. كابتن حسام البدري بيشكر مسؤولي نادي كنبال على حسن الاستقبال. وقال أنه حضرنا من أجل تحقيق الفوز لتعويض التعادل أمام التراجي. وقال أنه في مرحلة جمع نقاط في دور المجموعات. عندنا رغبة كبيرة جدا في استكمال مشوار البطولة بكل تأكيد. وقال أنه بيتمنى أن تكون هناك عدالة تحكيمية. في لقاء الغد لتفادي أخطاء التحكيم التي وقعت في مغاراة التراجي. يعني الحقيقة عندنا هواجز كتيرة. مش عارفين نلاقي منين ولا منين. وشدد المدير الفني للأهل على أن الفريق دفع ثمن أخطاء التحكيم في لقاء التراجي. بعدما كشفت الإعادة تلفزيونية للمباراة. إلغاء الحكم السنغالي هدف صحيح للأهل أمام التراجي. ولم يحتسب أيضا ضربة جزاء للفريق. وكابتن حسام البدري أشار في تصريحاته من كمبالا إلى أن الأهل لم يكن موافقا في مباراة التراجي. ويجانب أنه عانى من أخطاء تحكيمية. لكن قال لدينا تركيز شديد في مباراة كمبالا بإذن الله تعالى لتحقيق الفوز. مبارا مش هتكون سهلة. أغاندة احنا شفناها في التصفيات الكأس العالم. فريق عنيد. كورتها متقدمة وقوية. نتمنى طبعا أن النادي الأهلي الذي يعاني من غيابات كثيرة جدا. حتى أيمن أشرف مش موجود. فطبعا يعني إذا كان علي اللطفي عنده متحانات لكن موجود إكرامي موجود الشناوي. لكن كنا نتمنى طبعا بإذن الله أن الفريق يكتمل بقى بعد المباراة دي. هو بعد المباراة دي خلاص هيبقى عندنا راحة طويلة يعني. هتبقى بعد كاس العالم بقى علي الخير بالزبط. فهتبقى الظروف مواتية. بس يا رب إن إحنا نقدر نكسب عشان نكسبها وإحنا وقفين على رجلنا. يعني التوقف نبقى وقفين على رجلنا. بإذن الله. الكابتن حسام البدري كان عين ملعب مندلة اللي هتقام عليه المباراة في كمبالا. وأدى الفريق تدريبات خفيفة بعد وصوله. والنهاردة أدى مرانا جدا في ملعب المباراة. عشان يكون جاهز بإذن الله تعالى لمباراة اتأخرت 40 سنة. أول مباراة كان الأهل المفروض يلعبها قدام كمبالا سيتي كانت من 40 سنة. وتحديدا في سنة 78. عندما لم يكمل الأهل مشواره في البطولة واعتذر عن عدم الاستمرار فيها. دي كانت في نسخة عام 78. وبالتالي تأجلت مواجهة الأهل وكمبالا سيتي إلى الغد. لتستنى 40 سنة من 78 تتلعب في 2018. لكن الأهل طبعا زي ما حضراتكم عارفين لعب معاثرة أغندية كتير يا باشموندس. ما هي أغندا من قول الكوراية المحترمة ومعروفة يعني. صحيح. في الستينات أعتقد 63 يمكن لما المنتخب كسبنا هناك منتخب الأغندا. وكان الأستاذ نجيب المستكاو عليه رحمة الله له تعليق. اتكمبلنا في كمبالا. اتكمبلنا في كمبالا. لعب بعد الشر. إن شاء الله نتجاوز هذه المباراة. لقى لسبق ليه أنه لعب مع إكسبريس وفيلا الأغندا ونايل برويرز. بعدد عشر مواجهات فاز الأهل ست مرات على الأندية الأغندية. وخسر ثلاث مرات. تتعدل مرة واحدة. الأهل سجل في شباك الأندية الأغندية وكلها 21 هدف. واستقبلت شباك الأهل ثمن أهداف من فرق أغندية. عشان نفكر حضراتكم لعبها اللي موجودة مع كابتن حسام البدر. وما هيش اختيارات كتيرة لحياة في ظل الإصابات والغيابات والقيد الأفريقي. اختار معاهة 19 لاعب. هما يدوب محمد الشنوي وشريف إكرامي وباسم علي. ومحمد هاني وأحمد فتحي وصبر الرحيل. ومحمد نجيب وسعد السمير وعمر السلية وحسام عشور وميدو جابر. ووليد سلمان وأحمد حمودي وباكة وأحمد حمدي. وإسلام محارب وصلاح محسن ومروان محسن. ولحق في البعثة بعدها قبل المباراة بيومين. حشاب محمد اللي كانت أخر هنا لظروف الامتحانات. أيمن أشرف بيغيب للإيقاف. واللي الامتحانات بيغيب على لطفي. وللإصابات بيغيب وليد أزار وعلي معلول. وهي كريم ندفد. لكن كالعادة دائما الأهلي وخير الصفراء. يعني سفير مصر في غندا. برضو بيشيد بالنادي الأهلي. يقول الأهلي خير وسفير. ده على موقع الأهلي الرسمي. السفير المصري طارق سلام. طارق سلام. سفير مصر في كمبالا. الجهاز بيشكره. هو كمان بيقول للبعثة اهتمام كبير جدا. نطلع لهذا التقرير في حوار موفد قناة الأهلي. كريم أحمد مع السفير المصري في كمبالا. السفير طارق سلام. نشوف هذا اللقاء. شكرا. 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 طبعاً إننا موجودين معاهم في ظهرهم نتمنى لهم الفوز وده يسعدنا ويسعد جمهور مصر كل بجميع انتمائات هنا عندنا بيقول لها الرجال يا فيها زمال كوية وفيها كورس عادية وفيها اسمع اللوية وفيها اللوية طبعاً وكلهم وراء الندي الأهلي النهاردة لأن ده ماتش بيمثلوا في مصر إن شاء الله يرفعوا اسمها عالي بيسنين الملعب يحنا بضرب عليه برضو نحن ناخد محاك شاشة تعلمات عنه ممكن الأرضية عارفين أن الأرضية هنا بتبقى صعبة في أفريقيا شوية لكن ده ممكن قريب شوية من ملعب مندلة لو يقام عليه المباراة يطارك به الحقيقة ده أحسن من ملعب مندلة ده أحسن ده تبعى مدرسة خاصة يعني أتقد الأرضية هنا أحسن شوية ولكن ملعب مندلة ملعب حديث مش عارف تتمرد عليه بكرة إن شاء الله تدارة حكم عليه وهيبقى فيه قبل متوسطة على المباراة لأن المباراة في وسط الأسبوع ده نادي مش دولة يعني مش أغندا اللي بتلعب ده نادي في اللي بيلعب فالنفس مش نفس الإخبال هاي بما موجود وضافة لأن الأسعار بتاع التذاكرة بتحط حدود شوية على العدد لها تشارك وده كله في مصلحتنا إن شاء الله نادي الأهلي الجالية تكون في ظهره وتشارك وتستطيع تشجعه ويخبرنا أنا فائز لهم بس بمخلص الحاج برضو بتكلم على الشعب الأغندي أو الجمهور بزات عالفي تعصب جمهير متعصبة ولا جمهير وفية وطيبة بتشجع كرة القدم فقط لغير لا جمهور بتشجع كرة قدم بطريقة فيها تحضر ما عندهش عصبية ما شفتاش خالص في فترات طويلة أنا مش أول مرة أحدى مقرر للأهلي من أكتر من 30 سنة قد بشتغل هنا وجي الأهلي يلعب ماتش هنا وكان في وقت كابتن الجوهري الله يرحموه كابتن هاني مصطفى كمديره الكرة ولعبك بوهربعة كل العمالقة من خطيبه ومار حماموه وثبت البطل وخالج غضالله وناس كتير قوي أهلي كسب هنا برضو والناس عرف الأهلي هنا والأهلي نادي عنده انضباط وعنده سيستم وده بيديله قوة بيميزه وإن شاء الله أن الأهلي يفوق عليهم بقى ويعمل شغل كويس بيسنا معي تكلمك في الفنيات شوية غيوب غياب أجاي ووليد أزارو وغياب كمان عدد من اللعيبة شايف أن هذا لي تأثير ولا نادي الأهلي بمان حضر كما يقالوا نادي الأهلي قادر إن شاء الله أنه يعود من هنا بثلاث نقاط مهم نادي الأهلي كان كبير وكل واحد تلابس نادي الأهلي عارف قيماتها فلو جبتنا شيئين هنا هلعبوا يكسبوا إن شاء الله سلتك إيه للعيبة تحب تقول إيه للعيبة قبل المباراة دي كولين أمتمانهم التوفيق أمتمانهم التوفيق طبعاً ولهم أنت كل واحد فيكم سفير لمصر هنا وأنا أتمنى أنكم ترفعوا عالم مصر عالي وتخرجوا منصورين وفي نفس الوقت تظهروا أخلاق والضباط وأدبيات والتزام ندي الأهلي وأتمنى أنكم توفيق شاء الله موسيقى 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 طيب واضح أن سيادة السفير متابعة للكورة كوية سباش مهندس واضح أن الكورواجي طبعاً لا واضحه بيكلم بطريقة وحسس أنه أهلاوي بيكلم بمشاعة بيكلم بمشاعة طيب الرئيس البعثة المهندس خالد مرتاجي بيحفز اللعيبة وبيأكد لهم على أهمية الفوز وده طبعاً نقطة مهمة جداً لكل مدرك أهمية المباراة بالذات بعد التعادل في المباراة الأولى هيدلهم فلوس مجيبوا يباين ايه طبعاً الدكتور خالد محمود طبيب الفريب يأكد على جهازية صلاح محسن وقال أنه هو تعرض لإصابة خفيفة في وش الرجل في التمرين لكن تم التعامل معاه بشكل جيد من خلال التلج وأصبح صلاح محسن جاهز وتحت أمر الكابتن محسن أصبح هامان بعد الهدف يمكن محمد يوسف هقول لنا ليه؟ طيب ربما يجيب محمد يوسف حسن يعني ما مسكنا نقطة صلاح محسن صلاح محسن اللعيب كويس جداً عنده إمكانيات كويسة جداً على فكرة نفس السرعة أتأذره صحيح يعني صلاح محسن اللعيبة السرعة أنا شوفته في أمبي وكنت أنا مسك بترجيت مرة في ملعب واحد متابعة التمرينات ومتابعة شغله يعني انظر النقطة المهمة قوي في صلاح محسن عشان تطلع منه شغل مش كل اللعيبة بتقدر تلعب تحت ضغوط بمعنى إيه؟ بمعنى اللعيب النادي الأهلي دائما بلعب تحت ضغوط صلاح مصر مش المفروض تحطه تحت ضغوط يعني إيه؟ مش ضغوط المباريات أنت لو قدت يعني صلاح مصر لو قعد تحسسه أن أنت هتنزل ومباراة النادي الأهلي وجمهور والإعلام مش هافي لعب إنما لو هو اديته الثقة ونزلته ولعبته ولعب وحميته يعني أنت تدي له الحماية الجهاز الفني تدي له الحماية يلعب وما همكشي إحنا هنسندك أنا شايف لو تشالت هيقدي هيعمل لك أداء روعة ليه بقى؟ لأنه هو هداف ومميز في المساحات زي أظهره كده يعني لما تقدر وإنت بتدافع وتقدر تنقل هجمتك بسرعة مميز في دي ورقم اتنين كمان هو عنده ميزة بقى كمان في التلت الهجومي بيقدر يتصرف في المساحات الليه صارحة زي الجن اللي هو جابه في آيكس ده الجن ده يعني مثلا أظهره ما شاء الله أنا مجتنع بيه ولقيه بكواس كل حاجة بس ما بقاله فترة في النادي الأهل بقاله وديه موسم تقريبا ما جابش هدف زي ده صحيح بالإمكانيات الفنية دي الهدف اللي جابه صلاح محسن في آيكس ده دليل إن الولد ده عنده مهارة عالية وانا بتطفق تماماً تماماً وانا الاوان لتحرير هذا اللاعب من ضغوط السعر والهي أكسبكتشن التوقعات العالية قوي إن واحد في السعر ده عايزين يشوف محمد صلاح محمد صلاح اتشاب بعد ست اثنين شغل ده بدايته لا تقل إن كانتش آقو من محمد صلاح في البداية أنت حدث لكن محمد صلاح كان نفس المزايد أنا فاكر أول ماتشت ضد النادي الأهل اللي اللي جاب فيه ناجون نفس الشيء شرخ كده وما حدش يقدر يحصل محمد صلاح لأنه كانش حد يعرفه لكن لو أنت نازل بقى محمد صلاح حصل على العرف المصر مش عارف إيه وإيه وإيه كان ممكن الدفاع يتنبأ إليه ويقدر يعالج الفارق الصرع اللي أنا عايز أقوله أنا باتفق مع كابتر محمد يوسف حراره من ضغوط التوقع بلاش أنا مستني منك يعني ارميه وانساه وسيبه وسنده لا قوله إلعب إلعب لعبك أنا معاك إحنا قيمناك واخترناك انتهى مش كل يومه التاني عم قيمه والناس تبطل كلام شوية أغلى لعب في مصر أغلى مش عاليه ومش زنبه وماله هو لك عايز ألعب في الآن ظروفه بقى نجاله عرض ب2 مليون لحد أول أمس سقطني الظروف لحد في مجلس إدارة نادي أمبي أخصم لي قال لي كابتن عادل هي مشكلة صلاح بنتكلم يعني أن مش كل لعيبة بقى حتحطى للمساطر دي قال لي طبعا أنا معاك قال لي بس صلاح كان عندنا عندنا عرض ب2 مليون يورو ولو كان الآلي عايزه ياخده في ساعتها ويبيعه كان هيكسب فيه قال لي أنت واخده بالدولار فرق اليورو بقى فده جافيه بس ما جاش لغيره فهو كده كان هيبيعه فالولد قال لهم لأ أنا هاعد فقال له طيب لو هتوعدوا حد يدفع فيك نفس المبلغ مع دي ناس مشكلة فاختار الأهلي هو ده هو ده المشكل لكن ما هواش ده السعر يعني لما كانش فيه الظرف ده وما جالوش العرض ده يوصل للرقم بقى كان حيبقى في الصياق المعاون طيب أحمد فاتح وحسام عشور فقال بوسط الملعب ووليد سليمان كلمة السر دي توقعات المساة لشكل التشكيل وبتقول أنها كابتن حسام البدر استقر على أنه يخوض هذه المباراة بخطة هجومية صريحة معتمد على الانطلاقات السريعة للعبين والتمركز في وسط الملعب وقالت أن الأوراق المؤسرة في رأس حسام البادري محمد الشناوي في حراسة المرمى أحمد فاتحي وحسام عشور في قلب الوسط نظرا لغياب عمر السلية عن المبراه لعدم اكتمال شفاية بعد إصابته في العضلة الخلفية جارت الوطن قالت القلب يتدرب في كمبالة بقائمة إجبارية ومعلول يتهرب بسبب المنديال إيه حكيت مش عادي أرغي بقى في الحاجات كتير يا مصابة مش مصاب أكتر الناس عارف أنه مصابة مش مصاب جهز النادي بأهلي فإذا قال الطبيب أنه مصاب خلاص لازم تصدقه بالضبط مصلحت وي خب عليه يعني طيب مش هسيب السطر اللي بعدها محاولات لإنهاء صفقة بن شرقي ورجع آله حمودي غاضب من البادري وفتح بدينا للسلية في وسط الملعب ما هو واضح أنه كان هو عايز يعني أنت لما تشوف ماتش آيكس تشعر أن ده كان أحد الحلول يعني طيب فتح كان يعني بيؤدي في هذا المكان فبنسبة بقى لحمودي غاضب إحنا تناولناها قبل كده بالضبط وبين شارقي وبين غربي هتسمع من ده كتير طيب هسمعوها عادي أحمد حمدي واحد من اللعيبة الموهوبة اللي بإذن الله تعالى يبقى له مستابل كويس جدا بيأكد على أهمية مباراة كامبالا وبيقول أنه حاسس وشاعر بالرغبة الكبيرة اللي عنده كل اللعيبة للفوز واستعادة صدارة المجموعة هذه المجموعة فيها زي ما قال لكم الموهوبة سعدل من شوية في نفس التوقيت بكرة الآهل بيلعب مع كامبالا سيتي الأغاندي في ساعة ثلاثة العصر التراجي بيلعب مع تونشيب البوس بس أنا وأعدد لك ميزات مباراة آيكس فاتني أن أنا أذكر أن أحمد حمدي أكد على يعني جدرته بثقاتنا فيه يعني فعلا ولعب جدير نتضع عليه الأمال والحلول في المجموعة الثانية بنفس الجولة بكرة الثلاثة أيضا وفاق سطيف الجزائري مع مولدية الجزائر درب جزائري عنيف والدفاع الحسن الجديد المغربي بيستضيف مازينبي الكنغولي كانت هذه المجموعة في الجولة الأولى فاز مازينبي على سطيف أربعة واحد وتعادل المولدية والدفاع الحسني واحد واحد المجموعة الثالثة الوداد المغربي بيستضيف توجوبور التوجولي بكرة الثلاثة تأجلت اليوم واحد فقط يعني بعد غد الحرية كونكري الغيني مع ساندونز الجنوب الأفريقي وهذه المجموعة كانت في جولتها الأولى ساندونز كانت عادل في ملعبه مع الوداد المغربي وتوجوبور كان خسر من الحرية الغيني اتنين واحد المجموعة الرابعة يوم الثلاثة بكرة سوازيلاندا هيلعب مع أول أغسطس الأنجولي والأربع هيلعب النجم الساحل التونسي في ملعبه مع زيسكو يونايتد الزنبي هذه المجموعة كانت في جولتها الأولى تعادلية في المباراتين أول أغسطس مع النجم الساحلي وزيسكو مع وتعادلية تعادل جابي واحد واحد المجموعة دي أكيدنا ملعبتش نشوف الكابتن سيد عبد حفيز مدير الكرة يتحدث من كمبالة عن استعدادات الأهل عن حالة الأهل عن أوضاع الفريق وبعد تقرير سيد عبد حفيز هنطلع لفاصل بعد الفاصل هنرجع نقول لحضراتكم إيه الخبر لأسعد كل الأهلوية النهاردة كابتن سيد عبد حفيز مدير الكرة باللنادي الأهل في البداية طبعا كابتن سيد موفقين إن شاء الله في المباراة عايز أتكلم عن انطباعك طبعا على أول يوم ومصولنا هنا في الوغندا شايف الأمور إزاي فندق الإقامة الملعب كمال بالضرب عليها ومصولنا في الأجواء كابتن سيد يعني الحمد لله طبعا نحن وصلنا مباراة رحلة كانت حال 6-9 من دبي والحمد لله أربع منه إلى أحد كبير جدا في الارتاح بشكل كويس ودي أول تمرينة بالنسبان وبكرا نشرح منها تبقى التمرين التانية على ستاد اللقاء ويا رب نشرح منها يكون موفقين بإزانة واقع عرضية الملعب هنا يعني عرفنا كمان الأرضية هي ملعب أقل منها كمان شوية اللعبة إزاي هتضغط أقلم عن الموضوع ده واتكلمتم عن اللعبة إزاي كابتن سيد بسيطة خلاص يعني تجايل الحاجة محددة وحاجة مهمة يعني شار رحمن يديها في شكل كويس أي أن كان الأجواء وأي أن كانت الزروف يعني لكن شار رحمن يكون موفقين فيها يعني فخليها ننتظر ونشوف الدنيا ماشية إزاي لكن على ثقة تامة بكل اللعبة وإمكاناتهم وقدرتهم وإن شار رحمن بإزل لن حقا نحن أن تجيها كويس إن شاء الله أعلم في مدالب ومن حضر لكن برضو بفي غيابات مؤسر كابتن سيد أجاي وأزار وعلي معلول يعرفين أن المتواجد طبعا يكون على قدر المسؤولية لكن بيباليها تأثير معاكم في الجهاز الفانور لكابتن سيد مش عز أتكلم في هذه الوقت خلاص يعني خلينا نتكلم في اللي موجود زي ما قلت لك يعني عندنا مهمة محددة وحاجة جاهلة لعشانها إن شاء الله ورب إن شاء رحمن نوفق فيها بإزن الله تعالى ويمكن البطولة أفريقية زي ما قلت ويتتأخذ على مراحل دي مرحلة في بداية دور المجموعات نحقق فيها نتيجة كويسة إن شاء الله وبعد كده بإزن الله كل الجماعة رجعها استخدنا بشكل جبين مباراة آيكس اللعبة ممكن ظهرت بشكل ممائز جدا دايب أبروف ممائزة بالنسبة لنا قبل المباردة كابتن سيد يعني هنا كنا جئين طلعين من مصر على هدفين هدف الأول خلص خلاص اللي هي مباردة حسام والهدف الثاني اللي هو مباردة كامبالا فإن شاء الله رحمن أن نحقق الهدفين منهم بإزن الله جزء أو نص الطريق حقق بقى نص ثاني إن شاء الله مفيداً رسالتك إلى اللعيبة بطولة للعيبة أو كابتن حسام قال للعيبة قبل المغرب ما هذا كابتن سيد فيش كلام ممكن يتقالي عن الموقف المباراة خلاص بعد بكرة إن شاء الله رحمن أن نكون موفقين فيها على أمل كبير جدا 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 بإزن الله تعالى ووثقين جدا في اللعيبة وإمكانياتهم وقدراتهم زي ما قلت وزي ما قلت يعني المرحلة الإفراقية أو البطولة الإفراقية بتتخذ على مراحة فيش حاجة يسمعون قزجاجة أو ما شبه هذلك يعني هي مباراة مهمة في وسط دار المجموعات إن شاء الله رحمن نحقق فيها نتيجة كويسة وبإزن الله وعلى ثقة تامة بكل المجموع اللي معايا وإن شاء الله رحمن وطمانتاشر اللي موجودين في القيمة إن شاء الله رحمن بإزن الله آدم مباراة كويسة ونرجع من Тыجوة إن شاء الله شكرنا كل شكرة أيلى كابتن سادة وحفيز المدير الكورة بهاللنادي الأهلي موفقين إن شاء الله في هذه المباراة تصرحات مهمة عندنا سقة كبيرة في كابتن سيد إن شاء الله وفي كل العائبي التنادي الأهلي للعودة بثلاثة نقاط همين جدا في مشوار النادي الأهلي الأهلي وواكان بالا سيتي يوم الصلساء كل توفيم جديد للنادي الأهلي اشتركوا في القناة